طيب قبلي مقتم معك كانوا بيقولونيين لhttti حagedره ليونيل ميسي الأرقام ليونيل ميسي في كاس العالم حسابنا متكلم على ليونيل ميسي واحد من اللعيبة المنتظرة في البطولة أول مشاركة ليه في كاس العالم مؤدهREabadوبة طبعاً الأرقام ليونيل ميسي في كاس العالم يمكن هي الأقل في كل البطولات ليونيل ميسى اهداف في كاس العالم مع المشاركات الأخيرة لها ولكن المنظرات كل الناس터ات تقول هذه saying ليونيل ميسي في البطولة الجاية هي البطولة اللي هيثبت فيها هو مش بحتاج يثبت أي حاجة فإحنا بنتكلم على لعب عنده 34 سنة حقق كل حاجة في الكور بنتفرج عليه دلوقتي مع باريس يمكن الأرقام شوية تقول إن ليونيل ميسي استعاد جزء كبير من المستوي أنا اتفرجت على مباراة بباريس 90 دقيقة اللي يتفرج على 90 دقيقة حاجة واللي يشوف الإحصائيات والأرقام حاجة تانية ليونيل ميسي قادر إن هو يسجل أو يصنع بلمسة أو لمسة بالضبط في الدور الفرنسي الموضوع بسيط والدنيا سهلة وهو هيقدر يعمل كده لكن في كاس العالم الوضع هيبقى مختلف اللي احتكاك أقوى وصعوبة كبيرة جدا في المنافس فإحنا بنتكلم على ليونيل ميسي هو مجهوده البدني يعني يقل كتير بيتمشى في وقت كبير جدا من المباريات فمع المنتخب الأرجنتيني هنشوف هل ليونيل ميسي هيرجع تاني ليونيل ميسي اللي بيقدر يروح وياخد الكورة ويعدي واحد على 2-3 لان ده ما بقاش يعملها كمان لان هو عارف ان المجهوده لو موزعوش في المباراة بيتأثر بشكل كبير آخر سؤال لو سألتك تحب مين يشيل كاس العالم أكتر ليونيل ميسي ولا كريستيان رونالدو بص أصل واحد من اتنين دور يستحق يشيل كاس العالم بصراحة يعني بس لو قلتلك تمين لي مين أكتر تمين لي مين نقول الأسبوع يوم السبب كنت أمين لكريستيان رونالدو ودلوقتي كريستيان رونالدو مش خاطري مش خاطري أفاوض لك حاجة مش ميسي يعني أنا أنا مش من تيم ميسي يعني أنا كنت تيم كريستيان لا على فكرة أنا بعشق كريستيان وأنا من التيم بتاع كريستيان ومش تيم بتاع ميسي بس أنا حرفيا نفسي حد من الاتنين ياخدها أكيد أفضل كريستيان بس لو مش كريستيان أحب يلونيل ميسي شيلك كاس فيه لعيبة كده وفيه أساطير حرام ما يشيلوش كاس العالم حرام بصراحة ساعتها لو ميسي خد كاس العالم يبقى خلاص حسن مقارنتهم مع مرادونا وبقى هو الأفضل؟ أكيد أقول لك حاجة؟ أقول لك حاجة هما ده بحكم الأرقام بس أنا حب المرادونا ده حاجة تانية خالص بالزبط الشعب الأرجنتيني يختار مين؟ حتى لو ميسي جاب كاس لعب على فكرة، من المناسبة يعني فكرة المقارنات دي تحديداً النهاردة حتى أجوله كان بيسالوها على الكاسة دي وقال أنا برفض المقارنة بين ميسي و مرادونا إنه المقارنة دي حاجة دماتي الأقوى ليه؟ كد؟ أنت بتحب كريستيانو وأنا بحب كريستيانو وأنا بحب كريستيانو وأنت بتحب ميسي أنت بتحب ميسي وأنا بحب مرادونا هو الكرة نفسها هي حبك للعيب واقتناعك بيه مفيش حاجة في المطلق يعني مثلاً بيسالوني مين أسترتك في كرة القدم على مرة التاريخ بقولهم زينة دينزدان بعيد بقى عن الدوشة دي كلها طب أنا حر يعني ده ده يبقى ما يكونش الأفضل بس هو أسترتي مين النجم الأفضل في تاريخ الكرة المصرية؟ لقيت لايه خنايات ما أجل تخاني إليه حب إن شاء الله تحب محسن معمدوح أي حد أيضاً في ناس يعني في ناس يعني محمد صلاح مكسر في ناس تفرجت على كابتن محمود الخطيب وبتشوف إن هو يعني مجاش زيه في كرة القدم المصرية ما يلمي زي ما كتقولك شكبالة هو رقم واحد في تاريخ الكرة في واحد يقولك حسن نشارف يقولك خطيب تهربوا زيت يقولك كناس براحتك بلاحي ملنتاج